اهلا بكم معنا مرة تانية وبرنامجكم التاسعة وطبعا لقاءنا الأسبوعي كما جارت العادة مع فقهنا المفضل مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منوارنا مولانا كما جارت العادة بارك الله فيكم وكل عام والجميع بخير من مسلمين وغير مسلمين أمين يا رب مولانا دلوقتي في بعض الناس بتقول يا جماعة صدقة الفترة تطلع حبوب هل في حكم شرعي ثابت بكل مدلولات وبيقول أنها تطلع حبوب ولا ممكن تطلع فصولة أموال أو ما تيسر من سائر أنواع الغذاء يعني أفتنا في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج الحمد لله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيصرهما ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الأمة من الأخيار الأطهار الأبرار وبعد فأولا القاعدة في الإسلام حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله وفيما يتعلق بصدقة الفترة هي تسمى زكاة الأبدان لكن غير زكاة الأموال زكاة الأموال معروفة إنما دي زكاة الأبدان لأنها عن الصغير والكبير عن المريض عن المسافر وعن الصحيح وعن المريض وعن الحائض وعن غير الحائض كل المجتمع بيخرج صدخة الفتر الحقيقة إن إخراج صدخة الفتر قيمة هو المعتمد والمعول عليه والمفتبين ونريد بقى إن المجتمع يتطهر من أحادية الفكر لأن دي أولا مسألة ليست من القطعيات ولا من أصول الدين ولا من المسلمات حتى إن يخرج علينا من يرفع لفتة الكفر والشرك والبدعة والفسق وجهنم المعتمد كما قلت أولا لما نقرأ قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة أموالهم المال هنا بيشمع المال هو الأصل لما نسأل أي واحد في الاقتصاد نقول له ما هو المال يقول له كل ما يتمول يعني أن هي النقود الرائجة خذ من أموالهم صدقة لما نأتي صدقة الفترة أنا أجد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها صاعا من تمر أو صاعا أو نصف صاع من بر صاع من تمر أو نصف صاع من أمح يعني يبهينا دا دليل على جواز اعتبار الخيمة طيب من أتى الفقه الصحابة رضي العنم اللي هما بيتمسحوا فيهم كذبا وزورا نقول لك إن هما سلف وإن هما بيحيوا سنة النبي وده كذب لهم سلف ولهم بيحيوا سنة النبي هي مدرسة مشاغبين يعني المدرسة السلفية الواهبية هي مدرسة مشاغبين لما نيجي سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام لما أرسله النبي صلى الله عليه الصلاة إلى اليمن وبعدين أتوا إليه بالزكاة الواقع الفرد اللي هي زكاة الأموال أتوا إليه بالذرة بالشعير بالماعز بالغنم بالإبل بالبقر قال لا إن أهل المدينة بحاجة إلى الثياب فبادلوني يبهينا أعمل عقله الفقه وده الفرق ما بيننا وبين هؤلاء الأخيار إحنا في زمن التقليد الأعمى في زمن أحاديت الفكر وده قالب بقى الخطاب بالديني تحرير العقل المسلم من أحاديت الفكر إذا كنا عايزين نجدد بجد فالمهم سيدنا معاذ بن جبل أهو والرسول عليه الصلاة أقروا على ذلك إما نأتي بقى للقيمة هنجد سيدنا أبا حنيفة والإمام الحسن الثوري ونجد أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كلهم أجازوا اعتبار القيمة وذول من عصر التابعين فحضرتك إحنا ما بنمنعش الأطعمة لو في زمان ما بيئة ما مكان ما نسعز الأطعمة يخرج الأطعمة مباحة ولا نقول شرك ولا كفر كما هم يقولون لكن الآن النهاردة خنافة الموضوعية والواقعية الفقير اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبنوهم المسألة أو زل السؤال في يوم العيد هو محتاج إيه هي في مقايدات إنها هياخد كيس أمح ويروح يجبه كوتش ولا يجبه إنسلين ولا يجبه بسكويت ولا يجبه كحك مش عارف ليه يعني إحنا دينا مرن ودينا واسع ودينا متسع صدقت الفطر إن شاء الله تخرى قيمة ودار الإفتاء حددت وعلى رأسها فقيه صالح زميلي الحد الأدنى 15 جنيه عن الفرد ده حد الأقصى مفتوح مفتوح وده ما علي الأصدر الشريف ودار الإفتاء المصرية أخرجوا القيمة لمصلحة الفقراء يعني منتهى المرون أنا مش عارف إن الناس بيتعقدها ليه مولينا هلوقت جريه للأسف الشديد الحق عندنا أنا رضيعت وقت ربنا يخليك لنا مولينا شفاك الله وعفاك ربنا يخليك رب كل سنة وحاتك طيب مرة تانية ورمضان كريم وأدمك الله لنا مولينا والله علشان دايما تقول لنا هذه الأمور اللي بتنور لنا مخنا وبتنور لنا الطريق كمان ألف ألف شكر لحضرتك كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أسد الفقه المقارن بجامعة الأزهر للأسف الشديد خلصت الحلقة بسرعة النهاردة كما جرت العادة رمضان دايما بيخلص بسرعة حتى في الحلقات التي يقف رمضان لو كان لنا العمر نقابلك بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات